شكراً أمل للتحايا لكم مشاهدين في كل مكان يتواصل معكم هذا النبض الصباحي في صباح الشروق وتحايا الصباح لكل حاملين رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد ومجموعة من الحرف والمهن دائماً نقدمها من خلال هذه المساحة أرزاق التحف والمخطوطات الخشبية هي إحدى الصناعات اليدوية المنتشرة في السودان والتي تعتمد على الأخشاب المحلية كمادة خام يدعمها التفكير والخيال الواسع في اختيار التصاميم والأشكال الجمالية المعبرة عن مواهب عديدة لقطاع كبير من الفنانين المهرة الذين يتسابقون في ابتكار التصاميم المختلفة حتى صارت لهم حرفة يعملون بها سيمو كان أحد الحرفيين الذين يعملون بهذه المهنة بيشتغل العينات المختلفة للأناتيج والتوحف الذين معهم اللي تشايفين واصل يعني بنسوي أنه في المقسلان وافيال والأفارق ديال أصبحت المنحوتات الخشبية من تحف ومخطوطات يدوية محل اهتمام المواطنين كواحدة من مكونات زينة المنازل التي تناسب ظوق الأسر السودانية طبعا بنجي السوق التحف والأناتيج لوحد لما نكون عنده الغارة بتاع هدية في غارة بتاع تنظيم المنزل أو في حياة جديدة نعملها لتزيين المنزل فبنجي هنا محل الأناتيج ولو جيد عينة الأناتيج دي بتلقاها حقيقي صناعة يعني خفيفة تنظر وزارة السياحة إلى التحف والمخطوطات بأنها في الكلوري السوداني تتعدد فيه ثقافات الإنسان السوداني وفق العوامل البيئية المحيطة به في الأقاليم المختلفة تحول كبير شهدته صناعة التحف من مادة بسيطة إلى معروضات تيارية انتشرت مواقعها الاهتمام المتزايد بالتحف والمخطوطات والمنحوتات الخشبية من قبل مكونات المجتمع المختلفة بصورة كبيرة جعلها من أهم المقتنيات الأثرية فهي لوحة جمالية تراثية تعبر عن هوية ثقافية سودانية ترجمة نانسي قنقر